اشتركوا في القناة ولكنه في ساعات العصر رح ينتقل ويصير في برج السرطان يعني في عنا قلو مسار طويل اليوم وبرضو في نفس اللحظة شوية الاجهة فيها بعض التقلبات القمر الان موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 2.14 دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس طبعا بتوقيت جرانيتش لينتقد القمر بعديها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج بما ان القمر الان موجود في برج الجوزاء فمعناتهم من الان ولغاية ساعات الظهر بتظل هاي فترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق الوعد او كلمة قال علينا انجاز اتصالاتنا الهم من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التزديس الايجابي ما بين الزهرة وما بين المشتري اللي تأثيراتها ما زالت قائمة لغاية يوم ستة واحد وعادة زي ما حكينا هذا الاتصال بعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك وبسهل التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم وبيكون سهل اقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كمان هاي الزاوية بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالي لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك والقدرات عند الاشخاص اللي بيشتغلوا بمجال الفن والديكور اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين نبتون وهي تأثيراتها من الان ولغاية ساعات الصباح طبعا هاي زاوية اخر زاوية ما قبل خلوه المسار وراح تكون ذروتها ساعة 12 و 7 دقائق من بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الاربعاء على الخميس بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع في شك في غيره في الاحلام واضغاث الاحلام ومرضو بتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوه المسار يعني خلوه المسار رح يبدأ الساعة 12 و 7 دقائق من بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الاربعاء على الخميس ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 14 دقيقة بعد الظهر بتوقيت ديرينتش يعني بتوقيت الاردن عصرا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار القمر الساعة 12 و 14 دقيقة بعد الظهر بصير خلص انتقل واستقر في برج السرطان عشان هيكم نشعر بهذا الوقت بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنا ولا أحبانا مني اللي عمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء أو استئجار أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو زراعة نبت ما أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية التثليث الإيجابية هي متشكلة من يوم 2-1 ورح تستمر لغاية 9-1 ذروتها اليوم هي بين الشمس وبين أورانوس رح تكون هاي الزاوية ذروتها الساعة 44 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا يمان هاي الزاوية بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية ساعات المساء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا ساعات ما بعد الظهر وما بعد بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب طبعا برضو الصفاق غشاء الصفاق هاي كلها الأكثر حساسية فعشان هيك بدكوا تنتبهوا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لآخر يوم طبعا لأنه بدأ القمر يكتمل الآن أو بمراحل الاكتمال فما زالت الأجواء تصلح للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ومش في فترة خلو المسار إلا إذا كانت عمليات اضطرارية بالنسبة لعمليات التجميل طبعا هذا يوم مناسب لعمليات التجميل الحقن أو الجراحة أو غيرها دون التكميم المعدة أما بالنسبة لإزالة الشعر فما زالت الأجواء لا تصلح لإزالة الشعر بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت سبعة واحد بيبدأ في تمام الساعة عشرة واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى الساعة ثنتين واربعين دقيقة من صباح يوم الأحد ثمانية واحد ليستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثلاث عشر يوم في تمام الساعة واحد وثلاث وعشرين دقيقة بعد الظهر بصير عمره أربع عشر يوم نسبة الإضاءة بصير خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد الآن بنسبة خمسة وتمانين في المية القمر في الجوزاء بدي ينتقل للسرطان زي ما حكينا ورح يضل في السرطان لغاية يوم ثمانية واحد هو الآن سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ولكن من بعد منتصف الليلة هائلة الأربعاء الخميس بصير منتحس بنسبة عشر في المية وبيكمل طيلة النهار بهاي النسبة عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهراء في الدلو حتى يوم سبعة وعشرين واحد سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اتناش واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستاش خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا النشاط رح يظلم سيطر عليكم وطاقتكم عالية من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بالاتصالات والنقاشات والحوارات ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم بالسيارات أو أثناء حركتكم واللي عنده أمتحان ما يعتمد على الحظ بده يدرس ويستعد بشكل الجيد يعني رح يظل في مجال السفريات والاتصالات أما من ساعات تقريبا ما بعد الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنكما تتغربوا من المسؤوليات وإن كثرت وحاذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستهى من تصرف أحدهم اتجاهك أهم شيء أنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور التركيز كله رح يكون على الأمور المالية مثل يوم أمس وها أمور الهلاقة بفوتير أو دفعات أو مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ولكن بتكون تتجنب النفقات قدر الإمكان خلال هذا اليوم لأنه خلوا مسار والوضع مش مناسب لمشتريات أو مقتنيات أو تبذير أموال وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أو من المغامرات المالية أما من ساعات ما بعد الظهر بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بيقدر تعبر عن رأيك بجراءة وحرية وتعزز علاقاتك وحاول أنك تبحث عن التوافق والإنسجام مع محيطك تضطر لدفع مبلغ مالي طارئ من المال فحذر إهمال برضو وضعك الصحي والجنة بالإرهاق برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا النشاط ما زال موجود وقدرتكم على الانطلاق موجودة وقدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من الأعمال خلال هذا اليوم مرضو موجودة ولكن حاول أنك تضبط تقلبات مزاجك اللي ممكن تصير معك من وقت لآخر وما تعتمد على الشك والأفكار والوسواس والأمور هاي أما من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا حدد توجهتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية اليوم رح يكون لك لقاء داعم لا إلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً الضغط ما زال موجود وبتشعروا هيك بنوع من أنواع الإرهاق والتوتر والحساسية الزيادة عن اللزوم خلوا يعني فيه سيطرة على النفس اعملوا الأعمال الروتينية ما تبدأوا بشيء جديد وأضبط أعصابك من ساعات كل ما اقتربنا لساعات الظهر بتلاقي الأمور هاي بدأت تزول من ساعات ما بعد الظهر بتمتلق نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات لأن القمر رح يوصل عندكم فاليوم رح تطلقوا إشارة وتبدأوا بتنفيذ خطط جيدة رح تكون لمصلحتكم وبتستعيد حياتك رونقها وحيويتها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً النشاط الاجتماعي ونشاطك مع الأصدقاء هو اللي رح يكون طاغي على هاي الساعات من الآن ولغاية ساعات الظهر ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة مناسبة لقاء الأصدقاء أو تعاون أو اتصالات أو لقاءة اجتماعية أو الاستعانة ببعض المعارف الأجواء داعم لهذه الأمور لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعض الظهر طبعاً القمر رح يوصل لبيت المتاعب فهونا بتدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم من صحتكم يعني بتصبح صحتكم أكثر حساسية للتعب والمرض فبيسجل هذا اليوم أيضاً ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء يعني ممكن تأجيله وتخلص من عادتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل لأن القمر ما زال موجود في بيت السمعة وبيت العمل وبإمكانك تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين ولكن دون مغامرات أو مجازفات أو تغيب عن عملكم وحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل أما من ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل لبيت المعارف والعلاقات الاجتماعية والأصدقاء فبتنشطوا بين الأصدقاء وبتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر وبنظرة متفائلة أكثر بيطمئن بالك لأنه ممكن تحصد الدعم وتأييد خلال هذا اليوم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك تترجع العلاقات لطبيعتها رح تنشط اجتماعيا ومنك ورح يشارك ببعض المناسبات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع ولكن يعني فيه نشاط بالاتصالات بالسفاريات بالعلاقات مع الأجانب بالامتحانات ولكن اللي عنده امتحان أو مقابلة أو عنده سفر بده يتفقد أمتعته ويتفقد أوراقه ويدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحبوض نهائيا وما يستفز الأشخاص اللي بيتعامل معهم أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نضموا وقتكم بشكل جيد وكونوا واضحين في أولوياتكم وما تخلي أي شخص إثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت اليوم بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً ما زالت الأمور بتركز على الأموال المشتركة فعشان هيك يركز على دفعاتك على ترتيب وضعك المالي أموال الشريك ممكن تهتم بمسألة الحلاقة ببنك ضريبة تأمين تحصيل بعض الأموال اللي بتتعلق فيك فهو التركيز كله رح يكون على الوضع المالي ولكن حاولوا إنكم تغامروا بأمركم المالية أما من ساعات ما بعد الظهر فهونا النشاط بصير حالي جداً بيصلكم خبر سار من بعيد أو من خارج البلاد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى نسبة الحضوض عندك بشكل كبير ممكن بعض موليد برج العقرب يسافروا أو يشاركوا بمؤتمر أو بامتحانات أو بلقاءات مفيدة وبيكون عندك اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو سفريات زي ما حكينا ممكن تتلقى أو تلتقي بعض الأشخاص من خلال دورة أو من خلال الجامعة ويكون في تعاون ما بينكم يعني اليوم رح تعالج مسائل متنوعة حتى المسائل العاطفية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الظهر فهنا تستغلوا استغلوها بتعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي لغاية ساعات الظهر واضبطوا أعصابكم وما تتخذوا قرارات حاسمة وما تدخلوا بأي مواجهات أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا القمر بصير في البيت الثامن بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية أعدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز رح يضل من الآن ولغاية ساعات الظهر على العمل وعلى الصحة فبتكوا تواصلوا ما بداتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات لأنه شوي بتكون المناعة ضعيفة بالفترة هاي فبتكوا تنتبهوا لهاي الأمور وبرضو انتبهوا لأعمالكم ما تتغيموا عن أعمالكم ويبعدوا عن فرض السلطة أو السيطرة على زملائكم في مكان العمل وطباعك شوي بتكون حد أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا القمر بصير مقابلك تماما يعني بعزز نقطة على مستوى تعزيز الشراكة المالية والعاطفية وعلاقاتكم مع الأزواج ولكن هاي فترة بتكون صعبة وثقيلة لأن القمر مقابلك طاقتك بتكون ضعيفة فبيكون فيه نوع من أنواع الهموم والمسؤوليات أهمش إنك تتجنب ردات الفعل العنيفة الفترة هاي فيها تهاتيد بخواطر مشاكل حوادث يعني بدك تكون منتبه لأنه برضو القمر بيجعلك مضطرب وأمورها في الحس حساس جدا وشكاك جدا ممكن تشعر بالارتباك والغضب رغم أنه في بعض الأوقات بتجيك طاقة كبيرة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الحظ والعاطفة والأمور المالية ولكن ما تبلغوا كثير بحظوظكم لأنه في قلوم مسار يعني الحظ بقلة شوي ولكن ما زالت العواطف جيدة وبعض الفرص بتجيك لها علاقة بالأمور المالية برضو ممكن تهتم بأحد الأبناء أو بعض المسائل العاطفية من ساعات ما بعد الظهر بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأنه القمر بيصير في بيت الصحة وبيت العمل فحاولوا قدر الإمكان أن تنتبهوا على صحتكم أثناء تعاملكم أو عملكم ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم تستعيدوا كامل حيويتكم بتدور الأحداث بسرعة في نشاط وممكن تمارس عملك بحماسة ولكن بدك تحاذر من بعض الاضطراب الصحي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز كله رح يظل على أمور لها علاقة بالبيت والعائلة تصلحات ترميمات مسائل بيتية عائلية يعني أشياء لها علاقة بالمقربين جدا ممكن يكون في خلافة أو سوء تفاهم فبدك تحذر من النقاشات الحدي أو يظهر عطل منزلي أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا الطاقة عالي جدا بتصير عندك تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح فحاولوا معالجة الأمور بروية مبتعدين عن كل التعقيدات الأجواء رح تدعمك بشكل قوي حتى على مستوى الترفيه أو مستوى التجميل أو مستوى التقرب والتفاهم مع الأبناء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء